تغطية خاصة على راديو الوسط التي تصاحبني فيها الزميلة حبة أديب وزميلة أوجة لابيدي لكم أطيبة تحية مني أحمد المقصبي يساعدنا أن تكون ضيفة في الستوديو الدكتورة زينب الزايدي عضو الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور الليبي في حوار مباشر وصريحة يجمعنا وإياكم حتى السادسة دكتورة زينب أهلا وسهلا بك ضيفة في راديو الوسط أهلا وسهلا بك أحمد وشكرا لراديو الوسط وشكرا لحضرتك على اهتمامك وفرد هذه المساحة لقاب شعب الليبي الكريم نحييه من هذا المنبر ونتمنى أن يعم الأمن والسلام قريبا في أرضنا الحبيبة ويعود جميع المهجرين والنازحين ويؤسس فعلا دولة المؤسسات والقانون نعم دكتورة زينب السؤال المطروح اللي يشغل بال الليبيين تقريبا جميعهم هو لماذا تأخر ظهور الدستور الليبي حتى هذا الوقت يعني أكثر من سنتين ويطبخ مشروع الدستور داخل كواليس الهيئة وإلى الآن لم نرى شيئا فما هي الأسباب؟ أستاذ أحمد شكرا لهذا السؤال وحابة نقول لكل الليبيين وهما الأغلبية للأسف الشديد ما يعرفوش أن مشروع الدستور أخراجات الهيئة طلع مشروع الدستور لستة أشهر وهو تم اختار البرلمان به يليبيين مشروع الدستور الهيئة التأسيسية أخراجاتها من يوم 19-04-2016 سنتين بالضبط قاعد مشروع الدستور يعني بدأنا يوم 21-04-2014 كمناه يوم 19-04-2016 بعد لا يمكن لا يمكن تتصور مقدار العرقيل والتحديات لمنع هذا المشروع من الخروج للليبيين ولكن إرادة عضاء وعضوات الهيئة أجمعت أنه لازم أن يخرج المشروع معاش المرحلة تستحمل أخترنا البرلمان بذلك يوم 26 إلى اليوم 26-04 أي 6 شهور هو موجود عنده إلى اليوم لم يخرج قانون الاستفتاء والمفروض هو حسب الإعلان الدستوري حسب القانون يقول شهر من اختار الهيئة للبرلمان تخرج قانون الاستفتاء يكون المفروض عندها هي جاهز مسبقا وأيضا نحب نقول للليبيين أنه هو مشروع قانون الاستفتاء جاهز خدماتها المفوضية وخدماتها للهيئة وأعضاء من البرلمان خدموا في ورشة في تونس وجاهز عندهم فقط يجتمعوا ويصوتوا عليه طيب أنت قلت تقريبا من في شهر 4-2016 19-04-2016 ومشروع الدستور موجود جاهز جاهز بالكامل من الدباجة إلى هل كل أعضاء الهيئة التأسسية للدستور موافقون على هذا المشروع؟ لا يمكن يا أحمد لا يمكن في تاريخ البشرية أي عمل إنساني يكون بالإجماع ولكن نقولك هو بالأغلبية المعززة هو مشروع توافقي ليس بالإجماع يعني لما فيه عضو يتمترس حول نص معين يديروا لهذا النص في المشروع يعني من وفقش معاكم أنا شي تبيني ندير شي تبيني ندير نقنعه تعالى خلي الأعضاء يصوتوا عليه تعالى كده أطرحة جيب أسبابك أقنع الآخرين الوفود تنهال علينا الملاحظات تنهال علينا الناس رفضين هذه الفكرة الأغلبية خلي نقوله كده ما فيش فايدة إذا تمترس حول النصوص تمترس حول الأراء والأفكار هذا لا يبني مشروع توافقي ولكن نحن خرجنا المشروع وفق ما رأت الهيئة من الإجراءات نحن معنا قانونيين فسرنا أعلان الدستوري وضعنا عدلنا لائحتنا الداخلية صوتنا على هذا المشروع أخترنا به الهيئة الأساسية أخرجنا هذا المشروع اليوم الليبيين احنا كجسم منتخب من الشعب وكان مطلوب مننا حاجة واحدة لا غير استحقاق واحد لا غير هو إخراج مشروع الدستور وقد أخرجنا مشروع الدستور ريب أخرجته وأنجزته أنجزنا مهمتنا الآن أنجزنا مهمتنا هذه هي اللي لازم يعرفوها الليبيين كمنا نجزنا مهمتنا أعطينا مشروع الدستور اليوم بين الإيدان الليبيين ولكن للأسف الشديد هناك أجسام ومنها البرلمان يريد أن يقف عائق بين الشعب ومشروع الدستور حنأخذ نقطة نقطة من كلامك ومن هذه الإجابة لأن في رأيي وفي رأيي بكل تأكيد من يتابع مهم جدا أن يعرفوا تفاصيل هذه الصعوبات وهذه العقبات وليش البرلمان في تقديرك يتلكأ ويتباطع في اعتماد مشروع أو اعتماد قانون الاستفتاء ومشروع الدستور وتقديم للليبي للإستفتاء عليه ولكن قبل ذلك أريد أن أعرف ما هي أهم النقاط المتحفظ عليها من الأعضاء المقاطعين أعضاء الهيئة أقصد أحمد خلي دي ما إحنا المواطر والله ما بعده دائما في الإعلام يا أحمد أنت تعرف وتشاهد دائما السلبي 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 كل شيء ما هو سلبي لغاية الناس أصبحت العامل النفسي هو المسيطر هو الحالة النفسية هي المسيطرة السيء المسيطرة عليه حتى الإيجابي المشروع هذا يتضمن العديد والعديد من الإيجابيات المشروع يعني بشهادة إلى اليوم الآن يعني كيف جاءت منك إحنا وإحنا في اجتماعات مكتفة مع شخصيات مع خبراء محليين ودوليين أشادوا بيه يعني أغلبية أنه هو مشروع رائع مشروع فيه من النصوص فيها حتى حالة استباقية في نصوص العالم من أروع مكتبة في نصوص العالم عالجنا كل الاختناقات وكل المشاكل عالجنا مشكلة الفيدرالية كيف عالجنا؟ خلي نقول لك عالجنا مشكلة المركزية المقيتة كيف عالجنا؟ عالجناها بتوزيع السلطات وتوزيع المؤسسات معاش في حاجة اسمها مركزية وأنك عاصمة تكون فيها كل المؤسسات والسلطات والدنيا وكلها في معاش حولوا بلدية أحمد لدولة هذا مكان وهذا ما موجود بلد كامل مختزل في مدينة مدينة إلى دولة مدينة إلى دولة لا يمكن فبالتالي اليوم ليبيا قارة جغرافيا مترامية الأطراف الناس اللي فيها الأطراف هذي منسيين بالكامل أنا مرة قلت لأهلنا بعض المدن في الشرق قلت لهم تقولوا مهمشين إنزل في الجنوب ملغي ملغي مش مهمش ملغي فبالتالي اليوم يجب أنني لما بنجي نصير دستور ندير توازن في التانية اللي في الأقصى الجنوب واللي في أقصى الشرق واللي في أقصى الغرب يجب أن يكون موجود في هذا المشروع فبالتالي اليوم بدلنا توازن حلينا مشكلة أيضا حليتم مشكلة العاصمة حلينا مشكلة العاصمة أصبحت ليبيا عاصمة واحدة الجمهورية اللي بي عاصمتها طرابوليس وفيها مقرات السيادية والحكومة السلطة التشريعية العاصمة الاقتصادية هذه الخبراء قالونا يعني ما تكتبش في الدستور هذه تاخذها أي مدينة بحكم قوماتها بحكم شغلها بحكم كده يعني زي هذه العاصمة التقافية وكده هذه يعني ما بيش أن نقول هي غير زي أنك أنت نكتبها لك بنزل بحكو لا لا هي مش هيك الدستير ما تنكتبش بالطريقة هذه الدستير تنكتب شي نص دستوري ماذا ستستفيد هذه لماذا ندستر السلطة التشريعية لماذا ندير عاصمة اقتصادية لماذا ندير عاصمة سياسية لها أهدافها لها أسبابها لها نتائجها احنا في بنغازي حطينا السلطة التشريعية بغرفتيها بالكامل وحطينا المفوضية العليا للانتخابات في سابها حطينا المحمد الدستوري يقولي لا أنتم الله قسمتها لا ما قسمناش هذه ليبيا يجب اليوم تحرك فيها كل الأقصر الشرق الغرب الجنوب تخلي الدولة موجودة في كل أطراء في كل مناطق ليبيا طيب بشكل عام حتى الناس تفهم يعني كيف بإمكانكم من خلال مشروع الدستور وفي هذه النقطة بالذات أن يعني تضمنوا حقوق الليبيين حقوق المدن من خلال المواطن المواطن الآن أنا مثلا رئيس الدولة لمرة قلت رئيس الدولة من أي مكان في ليبيا وين ما يكون مكانه أنا ما يعنينيش اللي يعنيني مني أنا يعنيني ماذا أتحصل عن حقوق اليوم تصني صح مواطن أنا من بيش فعلا ورقتي نمشي لازم نمشي لترابلس والله حتى اللي في طبرج يمشي لبنغازي والله حتى اللي في القطرون يمشي لسبها لا أنا حتى هادي حتى تكون مركزية فبالتالي أنك أنت اليوم البلديات والمحافظات هي حكومات مصغرة اليوم المواطن معايش يرجى للمركزية والله اليوم فعلا لو فيه القدام إن شاء الله يتفعل هذا المشروع فعلا كل تصبح التنمية بالكامل التكافو الحقوق بالكامل في كل نحايا ليبيا يعني هذه النقطة توافق عليها أغلب الأعظام توافق عليها فليهذا قلت لي كان حلت مشكلة مشكلة الفيدرالية والمركزية الفيدرالي الجاية نفسها أنت تبي فيدرالية ولا تبي حقوق ومطالب مش الاسم نحن نشوف لما صارت إشكالية كبيرة فقعدنا شين قالوا لنا الخبارة قالوا لنا خلكم الاسم ما تحطوا شعني نظام فيدرالي ولا مركزي ولا ولا تعالي أقول شين تبي أنت حطينا شين نبو بعدين قالك تعالي حط الاسم الاسم مش قصر ما يتضمن ماذا تريد تفاصيل فالتفاصيل اليوم الفيدرالي الجاية نفسها الجاية نفسها فيه ولكن مش فيدرالية بالكم المركزية اللي خايفه كده من من تقسيم وخايف مش عارف فيه شو الممركز الجاية نفسها فيه وتركز سلطات في مكان واحد تركز سلطات الجاية نفسها فيه ولكن مش مركزي نهائي فبالتالي هذا هو مشروع التوافقي يا حمد لا تلقاه متلقاش عن طرف دون الآخر يعني أنت موخر خطوة من أجل أنك أنت تقدم عشرة والعكس فهذه هي أيضا المشروع هذا في حق المواطنة اللي هو فيه تضارب في لغة كبيرة يقولك أنتم ضيعتوا حق أهل ترابلس أنا منتخبة من ترابلس ونحيي من هذا المنبر أهلي وناسي وأحبابي في ترابلس وأنا لما بعتوني وقالوا لي ورشحوني واخليت أعلى لصوات من ترابلس قالوا لي الله الله في هالوطن هم ما يستمعوا إليك لأنه عندنا بث في ترابلس الله الله في هالوطن الله الله رد بالك ما تقسميه رد بالك وحدة التراب ورد بالك تضل محد نبو حق المواطنة نبوها دولة مدنية فيها تعددية كل اللي وعدت به ناخيبية أنا اليوم موجود كتوابط أساسية في هذا المنبر لا يمكن نظلم أي حد في ترابلس ولا نظلم أي حد في القطرون ولا نظلم أي حد في أقصى الشرق الليبي فبالتالي راهوا اللغة اللي جاي لأنكم أنتم مظلمتي أهل ترابلس و30 مقابل واحد ما فيش الكلام هذا ليش؟ لأن التمثيل التمثيل عادة وفي الغرفة الثانية يا أحمد رو مش في الغرفة الأولى والتشريع الحقيقي في الغرفة الأولى اللي هي مبنية على أساس السكان باهي مع مراعات التوزيع الجغرافي شين معناها مع مراعات التوزيع الجغرافي؟ مثل نحكي لك عن دائر الترابلس اليوم لو أنا مكتبتش مع مراعات التوزيع الجغرافي شين يصير هني؟ يصير كل النواب بيكونوا من شارع واحد مرة لأنه عندنا الزحام بكتافة سكانية في طرابرس وحتى في طرابرس نفسها في مناطق معينة فبالتالي حتى غدامس ما يكون لهاش ممتل جنزور وممكنه من المدن يعني ضواحي طرابرس ما يكون لهاش ممتلين فبالتالي لما نقوله مع مراعاة التوزيع الجغرافي طرابرس الكبرى يكون لها ممتلين غدامس كده فبالتالي هذا ضمن حق التمثيل أيضا يا أحمد نعطيك مثال بسيط في مصر مئة وستين ألف شخص في القاهرة عندهم ممتل واحد في المقابل في مدينة عندها عشرين ألف شخص في الريف المصري عشرين ألف عندها ممتل لأن هذه المدينة النائية هذا هو التوزيع الجغرافي متفقها يكون لها ممتل لما يكون ممتل لهذا وممتل لهذا هل هذا الظلم لحق المواطنة؟ هو أنت لما بتخش للبرلمان بتقعد تتكلم عليه أنت بتكلم عليه حق المواطن بالكامل لكن أنت بتحكي على جائرتي لو أردنا معرفة يعني أراء من أعترض على هذه النقطة خلي بنقولك مازال حق المواطنة الحقوق والحريات بالكامل مضمونة حقوق والحريات من أوسع يعني كل الشرائح مضمونة لا يوجد شريحة أن نسيناها أو تغضينا عليها أو حتى أعطيناها حقها وزايد هذه وتيقة مصالحة وتيقة مصالحة تعرف ليش وتيقة مصالحة؟ استأفردنا باب بالكامل اسمه باب التدابير الانتقالية اللي هو الباب الأخير لو جيتشوفه فيه كشف الحقيقة فيه محاسبة الجنات فيه الانتهاكات اللي صايرة المهجرين والنازحين فيه هيئة العدالة الانتقالية فيه المتلكات العامة فيه أملاك الدولة فيه أملاك المواطنين اللي مسلوبة منهوبة منهم وما قاعدين يتفق فكل حقك حتاخده بهذا الدستور وفيه نقطة تانية إن المشرع لم يلتزم بقوانين تنبتق من النص الدستوري يستطيع أي مواطنين هو يرفع قضية في المحكمة الدستورية فالحقوق كلها مضمونة لماذا؟ لماذا اليوم ما نركزوش على مشروعنا؟ أنا أنت ذكرت بعض من إيجابيات ومميزات هذا الدستور حسب رأيك لأنك أعتقد من المؤيدين لهذه النسخة وقعت وقعت ولي الشرف أني وقعت لهذه الوطنة كويس أنا لو طلبت منك وربما هو أنت السؤال ما لكش معنية به ولكن ربما لديك تفسير خاص بك المعترضون على ما اعترضوا على هذه النسخة مدنت أنت وفقت والآخرون اعترضوا ليش اعترضوا يعني؟ هكي في تقديرك من خلال النقاش اللي تم بيناتكم كعضاء للهيئة؟ شوف يا أحمد وفي مقاطعين يعني من صاغ هذه النصوص من صاغها بالحرف وفي آخر لحظة أطلع في من مقاطعين وموجود في حلقة الليبيا لتش بي نحن ندرنا حلقة وحدة يتيمة مباشرة على الهواء الهيئة التاسيسية مباشرة على حلقة وحيدة نسجلتها ونقلينها لقناة التبليزين وكانت الليبيا الهيئة اهتمت بها وجابت فيها حتى تقارير في من المقاطعين قال على الهواء مباشرة مش المشروع هذا اللي قبله اللي فيه صلاحيات اللي ما نحلتش وفيه مشاكل كثيرة قال على الهواء هي مسودة متوازنة لا ينقصها إلا العاصمة رديت عليه في نفس الحلقة قلت له هي مسودة غير متوازنة وينقصها الكثير مش هادي اللي فيه دينيه الآن مشروع اللي قبلها اللي احنا قاعدنا نعانو باش نحلوا فيها التوافقات اليوم حتى اللي حسناها واللي التوافقات ونظمنا الأمور يقاطحها وقبلها يعني هنا فيه تناقض فيه تناقض كبير جدا هو مقاطع بالاسم لكن أنا أعرف أن قانون الهيئة أو اللائحة الداخلية للهيئة تقول بأن الأعضاء المقاطعين هم متفرغون بالكامل للعمل بالهيئة لكن اللي أنا سمعته ومتأكد منه أيضا من خلال قراءاتنا ومطالعاتنا لبعض المواقع أن هناك أعضاء مقاطعين يعملون كمستشارين في بعض الوزارات هناك أعضاء مقاطعون بالكامل يمارسون أعمالهم وكيف ما قلت لك هم مفرغون تماما للعمل وفق القانون ونخليني ناخذ النقطة المادية يعني أستعيرها هم يخذوا في مرتباتهم الآن من الهيئة وهم مقاطعون تشوف يا أحمد نحن نسمعه كما تسمع حضرتك نحن وفق القانون وفق القانون أعضاء الهيئة التأسيسية وفق القانون تفرغ كامل وليس جزئي كامل ونقول لك يا أحمد وقسم بالله ما تفرغ كامل نحن 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 نتفرغون حتى من أحياتنا الخاصة عائلاتنا نقعد بالشهور مرات ما نلتقيش بصغاري ونحن من مطبخ لمطبخ لمطبخ أنت باش تتنقل من ورشة لورشة تمشي تحكي مع الناس حتى لما نبدأ مع صغاري ونطلع للشارع نبدو نحكو يعني فعلا تفرغ كامل بكل ما تحمل كلمة معنا لأن هذه قضية وقضية في وقت صعب في وقت صعب في تيارات متعددة تضرب فيها في المقتل ما تبيهاش تشوش على المواطن ما تبيش يدير دولة الدستور ما تبيش يدير دولة القانون ما تبيش تقنع بهذا الكلام مجوعين الناس مبهدلينها قطعين فلوسها قطعين كل شيء من أجل ما ينبوش يخلوها تلتفت للمشروع الحقيقي اللي هو مشروع الدستور يعني يقول لك لا فكرة ومش فادي بيه أنا مش وقتها أنا غير نلقى مناكل ونشرب هو هذا هو هذا يفتعلوا في الأزمات بشي ضيب يقولوا وين الدستور بشي شاتتوه بشي شاتت هو الدستور موجود تصور الناس اللي درجة مش عارفة حتى تطلعه ولا مطلعه الدستور عند البرلمان تقولي لهم مرة أخرى للتذكير عند البرلمان مجلس النواب ستة شهور ليه ستة شهور ليه هو موجود عند البرلمان والمفروض كان من شهر بس بعد بعد ما اخترناه بشهر يعني طولي يعطي الأمر للمفوضية يبلغها وتبدأ المفوضية بالمباشرة خلدي نقولك إحنا مفرغين تفرغ كامل بحكم القانون فأي غضو مخالف هذا الله يستطيع له الآن دائرة ناخي به أيضا فين يعني كل شيء يتابقوا فيه كل شيء يرفعوا فيه في قضايا فيه أشياء يشوفوا لها ما تفوت يعني تمر مرور كيرا أيضا الجيهات اللي هي مثلا مع شغلتهم أو تعينتهم أو كده حتى هي مسؤولة يعني أنا نجي مثلا بنمشي لجماعتي ونعضوا هيا تأسيسية ونقعد نمارس عملي مثلا وندرس ما يفعش بنجيل الإعلام نطلع ولا نعدت والله أنا حتى عرضوا علي حتى يقولوا لي تعدينا حتى تحت الهواي يعني بيننا وبينك يعني بيني وبيني في الله في ربي فوقي مش يعني بيني وبينك يعني نقدر ندير كل شيء نقدر نستشارة نقدر ما تحطش حتى اسمي الآن وأنا معدة معك ولا نتخاذه راتب لكن ون نمشي من ربي يعني أنا أمانة يا عحمد هذا انتخابات أصوات طيب الانقسام السياسي الحاد الحاصل والمسيطر على المشهد السياسي في ليبيا هل نعكس على عمل هيئة؟ أنا أنا الليبيين ديو ما نقول لحني في ليبيا ونتأثروا بكل شيء نحني بعد شهرين مباشرة ندلعت الحرب أصبحت حكومتين وثلاثة وأسام تشريعية وكلها نشوفوا فيه مشهد يحمد نهربو من الحقيقة لكن موجودة وألم حقيقي عندنا احنا عندنا عضاء عندهم أسرهم في اللي حاصلين في اللي مش قادر يمشي في اللي مهجر في اللي مش قادر حتى يخش لمدينته في اللي يعني في اللي مش قادر حتى يزور أهله وناسه وأمه وخوته يعني فيه يعني من زيتش لكن يعني كن يعانوا فيه عضاء يعانوا فعلا باهي فبالتالي تأتروا تأتروا بالوضع الأمني تأتروا بالوضع العسكري فيه فيه الوضع السياسي لنا طبعا فيه فيه احنا مرة فترة من الفترة جو ضغطوا علينا قالوا نسترموا إدارة البلد استرموا حكم البلاد نحن رفضنا ونحن رشحنا أنفسنا لمشروع دستور لم نرشحنا أنفسنا لأننا نستلموا الآن السلطة ونقودوا البلد فعلا فيه تأثر وبعدين نقول لك كل التيارات موجودة في الهيئة هي مش حزاب هي مش كتل ولكن أنت اليوم تبني فكر عندنا اليسارين وعندنا الإسلاميين وعندنا الفيدراليين وعندنا المركزيين وعندنا الوسطيين وعندنا كل شيء لأننا عندنا بشر عندنا ناس هذا أفراد مجتمع فالموجود كلها وبالتالي يوجد تأثير عندما قلت تقول لي مسود مشروع متوازن رائع ونوقع عليه وبعدين تأتيني بان يوم وليلة تقول لي لا والله ما صار ليش هذه كيف نستوعب هذه الفكرة وبعدين فعلا فيتي الفانات يشتغلون فيها يا أرجعي روحي أروح بره تعالى فيه ضغط وفيه كده لكن من الآن فعلا يملك الإرادة والقوة وما يخافش إن هذه فعلا جبهة حقيقية اليوم نحن بناء وطن وليوم يا أحمد لما رشحنا أنفسنا نحن عارفين جايين نمعرضين نفسنا للخطأ نحن من بداية الهيئة التأسيسية ندروا فينا بيان إن نحن كفر ومرتدين نحن نجد اليوم التيار الإسلامي المتطرف اللي هو يحارب في بناء دولة الديمقراطية والمدنية حارب في قوة في مشروع الدستور أصدروا بيانات وأصدروا مذكرات ممثل داخل الدستور مثلا في أعظام وعيانين ما فيش حاجة ما عندناش مش ممثلين من جميع شريح المجتمع متوجهات السياسية أقصد كما أنت بتقول ما فيش هباب يعني ما عنيش بتجدبها لنفسك لو بتقول ما فيش أي أي جسم يا أحمد يعني هل مثلا هناك ممثلين داخل أعضاء الدستور منتخبين غير مؤمنين بفكرة الدولة المدنية أو وجود دولة مدنية ما يقول لها لكش بصالح العبارة ما يقول لها لكش لكن نقول لك أنا نبي ندستر دار الإفتاة السلطة الدينية أنا ندستر دار الإفتاة السلطة الدينية اليوم نديرها سلطة موازية لسلطات الأخرى ما نقدره كيف يقول لك اليوم هذا ليس بنص الشريعة يقيد بالكامل يقول لك حقوق وحريات للمرأة لا يقول لك حق التظاهر لا حق التعبير لا حق الإبداع لا حق المشاعر يقول لك يجب أن كله يقيد بنص الشريعة وكذا كل شيء إذا أنت هنا يا خلاص يعني واضح لا أعرف بالفكرة أفكار 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 وتمترس مرعب عندها تمترس غير طبيعي يعني فهنا يوم هذه هي نحن نبه الدولة مدنية ديمقراطية دولة حكومنا شريعتنا السمحة لكن وفقها يعني فعلا ديننا الإسلامي السمح مش المتطرف اللي ما نعرفش رصة وين طيب نتوقف عند هذه النقطة دكتورة زينب الزادي عضو الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور في ليبيا ونعود بعد قليل وبعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر